نهدى كده ونستهدى بالله المسيحي يمجد سيده والمسلم يصلي عن نبي حلقتنا النهاردة كلمتين بس أبرك من عشرة بس بالمعدول بس أدخير على حضراتكم إحنا لما عملنا صورة 30 يونيو 2013 ونزل المصريين بالملايين في كل شوارع وربوع وكرة مصر كان مين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوبان طيب لما دعمنا جيشنا وشرطتنا وقضاءنا وكل مؤسساتنا الوطنية ضد الإرهاب ووقفنا معاهم إلى يومنا هذا كمين رئيس أمريكا في البداية باراك أوبان طيب لما انتخبنا الرئيس عبد فتاح السيسي في 2014 رئيس لمصر والمصريين فرضوا إرادتهم على كل الناس كمين رئيس أمريكا باراك أوبان طيب لما وضعنا حجر الأساس لقناة السويس الجديدة في 2014 وافتتحناها في 2015 وابتدنا نفتتح شوية مشاريع ونحط حجر أساس لمشاريع تانية كمين رئيس أمريكا باراك أوبان في 2016 لما مصر خدت أجرى قرار اقتصادي في آخر 50 سنة تحرير سعر الصرف كمين رئيس أمريكا باراك أوبان يعني اللي عايزينه المصريين بيعملوه حاجات تانية كتير قوي عملناها وكان رئيس أمريكا باراك أوبان بس عملناها وإحنا كده إدينا في إدينا بعض وكتفنا في كتف بعض وإحنا كمصريين أقوية ومتمسكين كل ده كان من 30 يونيو 2013 لحد آخر 2016 الانتخابات الأمريكية اللي فاتت يبقى ييجي اللي ييجي ويروح اللي يروح مع احترامنا للجميع وكل الأسماء مصر دولة قوية وفاعلة ومؤثرة في محيطها الإقليمي اللي هو إيه الشرق الأوسط شرق المتوسط وأفريقيا مصر دولة قوية لازم نبقى عارفين ومستوعبين وفاهمين ده لأن دولتنا شغالة بالاستراتيجية دي وبالإيمان والعقيدة والواقع ده طيب إيه المطلوب مننا كشعب عايز يبني دولة حديثة وعايز يحافظ على حضرته وثباته واستقراره اللي بيكمل عليه مفيش حاجة أبدا المطلوب طول ما انت دولة قوية ومتمسكة وصلبة والشعب وراء قيادته وراء دولته وراء جيشه وراء مؤسساته فاهم وداعم وواعي ومش بيدي دماغه لحد يلعب فيها ولا يشتغل عليها لا ميديا ولا سوشيال ميديا لا من جوة ولا من بره يبقى بعد ثقاتنا في ربنا سبحانه وتعالى ثقاتنا في دولتنا في رئيسنا في مؤسساتنا ونعمل ايه تاني؟ نكمل بشغلنا بكفحنا بواجبنا نربي عيالنا على حب بلدنا ونزرع فيهم الثقة في بلدنا وفي بكرة اللي جاي أحلى حب البلد انتمي ليها قول يا رب وصلت؟ اعتقد انها وصلت لحضراتكم اشوفكم الحلقة الجاية بس دايما بالمعتول سلام